بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين يسعدني أن ألتقي معاك في يوم أحد الرفاع والحقيقة أحد الرفاع موجود قراءاته في قطمارس الصوم وكأن الكنيسة بتجهزنا من أحد الرفاع عشان نبدأ أسبوع الاستعداد وأحب أنوه شوي عن فكرة الرفاع والاستعداد لأن كان فيه ناس بينسبوا هذا الأسبوع لهرقل وده طبعا كلام غير مظبوط أو غير حقيقي لأن الكنيسة بتهيئنا يوم أحد الرفاع لكي نبدأ الصوم بمعنى رفع الطعام الذي يتعارض مع الصوم وكنا نسمع أن أبأنا الكبار كان يصوموا الأواني يعني في يوم أحد الرفاع ده يرفعوا الأكل الفطاري علشان الأواني كلها تكون صيمة يعني قبل ما يصوم الناس يصوموا الأواني وده فكرة البداية من أول أحد الرفاع في تجهيز الناس بيوتهم لكي يبدأوا صوما مقبولا أمام الله